موسيقى تعاني محافظة الكرك من فوضى مرورية جراء عدم التزام المواطنين بقواعد السير والشواخص المرورية ويحمل مواطنون المشروع السياحي الثالثة مسئولية الفوضى والاختناقات المرورية التي تعاني منها المدينة مطالبين الأجهزة الرسمية بتكثيف إجراءاتها في محافظة الكرك لتنظيم السير المزيد من التفاصيل في التقرير التالي قد تبدو هذه الإشارة إعلانا لانطلاق السير وتنظيمه لكنها هنا في مدينة الكرك بداية قصة من المخالفات والازدحامات هي فوضى مرورية بامتياز تعيشها شوارع الكرك يوميا لأسباب عدة أهمها قلة الوعي المروري لدى السائقين وعدم الالتزام بقواعد المرور الأزم المروري هي أول شيء بنعزيها لنقطتين أول شيء هو المشروع السياحي في الكرك وثانيا عدم الوعي المروري لدى المواطن مواطنون يحملون المشروع السياحي الثالث في المحافظة مسؤولية الأزمة المرورية الخانقة التي ضاعفت من معاناة المواطنين وزوار المدينة الانتخابات النيابية وشعارات مرشحي الانتخابات البلدية ما تزال حاضرة في مدينة الكرك لتخفي الشاخصات المرورية هناك ناهيك عن الإعلانات المنتشرة على هذه الشاخصات والتي لا تتيح للمواطنين رؤيتها رجال الساير حاضرون هنا في الكرك مما يساهم بالحد من الفوضى المرورية وخصوصا الوقوف المزدوجة في الشوارع الرئيسية والضيقة في المحافظة إلا أن أهالي المحافظة يطالبون الأجهزة الرسمية بالمزيد من الإجراءات لوقف الفوضى التي تعاني منها المحافظة ترجمة نانسي قنقر